اشتركوا في القناة المحافل الدولية مع المنظمات الأقليمية والدولية وتتيح هذه الصفة الجديدة للمملكة الفرصة المشاركة في الملاقشات البرلمانية المهمة حول مختلف القضايا التي تهم دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتنمية المستدامة والتحديات الأقليمية والدولية ومملكة البحرين تسعى دائما إلى بناء علاقات قوية ومتعوزنة بمختلف دول العالم ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز دواعة على الساحة الدولية والأقليمية في المجالات البرلمانية السياسية والاقتصادية كما ندعو الجمعية البرلمانية لرابط الدول جنوب شرق آسيا إلى أغلان دعم وتبني مدارة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي قررتها القمة العربية الثلاثة وثلاثين قمة البحرين بشأن الدعوة لعاق واستضافة وتمر دول السلام في الشرق الأوسط تم ندعو دول الجمعية المواقرة على حدث الدول الأسيوية على دعم مبادرة مملكة البحرين التي طرحت أمام الجمعية العامة للأمام المتحدة مؤخرا في قرار معاعدة دولية لتنظيم وحكمة وتطوير الثكال الاصطناعي بما يحاقق الاتصام والنمو الشامل ويضمن الاستقلال الأمثل لهذه التكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر